عشان للأسف وقت المحضرة سريع جداً جداً والمسافة دايقة جداً فنبدأ على طول قل للمجموعة التانية الأول فيها مين؟ وهتتكلم على مين تفصيل هي مجموعة منتخب مصر احنا معانا كاب فيردي معانا منتخب غانا معانا منتخب موزومبيك مبارات منتخب مصر بالترتيب كده أول ماتش مع موزومبيك بعد كده منتخب غانا واختام دور المجموعات هيبقى مع منتخب كاب فيردي المجموعة يعتبر متوسطة فنياً بالنسبة لمنتخب مصر معانا في المجموعة بما فيه منتخب غانا اللي مش في أحسن حالاته كذلك برضو منتخب موزومبيك مش أحسن حاجة النهاردة بيتعادل مع بتسوعنا سفر سفر مش أحسن حاجة حتى بتصفية كاس العالم كاس الماتش وكاس الماتش من الجزائر منتخب موزومبيك اللي هو أول منتخب هنلعبه فلا يعني المجموعة طبعا سهلة بالنسبة لمنتخب مصر ويقدر أنه يبقى يعني يتأهل من خلالها لدور الصدرة أكيد ده أمر منطقي بالنسبة غناء 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 بعيدة جدا يعني حتى بتصفية كاس العالم ما كانتش أحسن حاجة كذبة مباراة وغلبة مباراة تانية كانت قدام منتخب مضغشكر فأنت بتتكلم لا يعني لا منتخب غناء مش أحسن حاجة الورق الكتير اللي قد نمك ده في ايه؟ ده كلها كلام عن المنتخبات اللي موجودة معانا فأجلبهم يبقوا موجودين معانا على الشاشة انت فهمني دي ممكن الجولة التالتة دي ممكن مطشب بتاعت المجموعة تحديدا أول مباراة مباراة موزمبيك المباراة دي نالة من مين في موزمبيك؟ لو فيه علاقة ينفعن إليهم الموزمبيك؟ آه يعني جيني كاتومو ده لاعب بسبورت انجليش بونا وعندهم رينالدو مدافا ده ظاهير أتلتكو مدريد طبعا بخلاف دومينجيز ده أكبر لاعب في البطولة عند 40 سنة ومازال موجود في تشكيلية منتخب موزمبيك وكان موجود حتى في النسخة الأخيرة اللي هما شاركوا فيها في 2010 وكان بالحظ برضو كان موجودين مع منتخب مصر في المجموعة وتأهلنا من خلالهم لدور ربع النائي ساعتها ممكن دي ممكن أبرز اللعاب اللي موجودين وبيشكلوا القوة الهجومية لمنتخب موزمبيك منتخب مش قوي منتخب اللي إليك منتخب مصر بالشكل اللي احنا تعودنا به مع فيتوريا شكل هجومي النمط والرتم السابت لمنتخب مصر في ماتشاته كلها بقى لنا هوية وشكل مختلف باللعب بتاعك تقدر تتفوق على المنتخبات الثلاثة مش هتواجههم مشاكل كتير جدا ولا مشاكل فنية ولا مشاكل حتى داخل الملعب أعتقد منتخب مصر تتفوق بشكل كبير طيب ده كل الكلام على منتخب موزمبيك كيف بيردي منتخب برضو منتخبات المتوسطة يمكن فيه طفرة بدأت تظهر في منتخب رأسي أقدر الفترة اللي فاتت منقدر نقول إن هو زي وزي منتخب موزمبيك مش المنتخبات اللي تقلقك برضو عندهم تجربة ودهية أخيرة قدام منتخب تونس بكرة يعني مش المنتخب برضو إن يزعج منتخب مصر أو اللي هو تبقى الآن منه أو إن هو يزعجك في دور المجموعات ما سواء قوم المنتخب موزمبيك نسبيا نسبيا الفرقات مش كبيرة الفرقات مش كبيرة خالص من المنتخبات ممكن دي الأرقام بتاعت المنتخبات وبعض المعلومات عن المنتخب نفسه نشارك بها الناس بحسب عندهم داتا أكتر عن المنتخبات اللي إحنا نلعبها منتخب بيشارك المرة الثالثة في البطولة الأفريقية يعني مش دي المرة الرابعة بقى دي الرابعة يكون الرابعة بالنسبة لو شارك قبل كالف 13 و15 والنسخة الأخيرة اللي كانت موجودة في الكاميرون مش المنتخبات اللي عندها قرس كبير في البطولات الأفريقية أنا شايف منتخب مصر يعني محظوظ بالمجموعة حتى بوجود منتخب غانا وهو مش في أحسن حالاته بغيابات كبيرة زي توماس بارت مش موجود نجم أرسنال وطارق الأنبات الباكليمين بتاع برايتون فعندهم غيابات كتيرة أي نعم فيه لعيب عندها خبرات كتير زي أندري أيو جوردن أيو ومحمد كدوس فأنت بتتكلم أه يعني حتى لو حتى في وجود اللعبة دي برضو لكن منتخب غانا على مستوى الجماعي مش بيقدي أحسن حاجة وده اللي ممكن يقدم منتخب مصر إنه يحسن بطاقة التأهل من مباراة غانا اللي هي في الجولة التانية عظيم جدا عادل مجموعة الثالثة مجموعة الثالثة مجموعة الثالثة مجموعة الثالثة